السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تاني حلقة وتاني اوبزيت في الكويلتزيز. هنتكلم النهار ده على المراض من الامراض البرازايتس. ده من الامراض اللي هتهم جدا الدكاترة المشرفين على مزارة البياض. هنتكلم على مراض اسمه الكوكسيديوزيز او الكوكسيديوزيز او هنتكلم على المرض ده موجود في الكويل وبيجي عمري كام وبيسبب نافع كام وهل هو مستقومن ولا مش مستقومن هنعرض ده قول ده بعد وان مينة بالزبط. هنجينا لكم مره اثنين اليوم ان شاء الله هنتكلم على مرض الكوكسيديوزيز في الكويل او في السمان. المرض ده طبعا نوت كومن طبعا مش منتشر جدا بس لازم هتممكن تعابله في الكويل لو بالذات لو انت عندك مشكلة بعد الارسات البانترايتس اللي هنتسبعه للكلسترين. تعال اول نقسم الكويل اللي نعاني اثنين نوع اسمه البوب وايل وده زي ما اتكلمنا عنه في الانتولاكشن بتاعي الفيزيز انه هو موجود في امريكا نفس امريكا او في شمال امريكا. والجابانيس كويل اللي هو موجود طبعا في الشرق الاوسط والناس اللي معظمهم متضفين. طيب الايميريا او المسبب الكوكسيديوزيز في عندك فيه في عندك فيه 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 في البوب واي. نبدأ بالخمس انواع اللي موجودة في الجابانيس كويل. اول الخمسة اللي موجودة في الكويل. مش لازم تعرفهم طبعا بس دول موجودين في الكتب او في الريفرانس فلازم تبع عارفهم. اللي موجودين بقى في البوب واي دول اسمهم سعر شوية. الايميريا كولوني والايميريا الايميريا الايميريا ليتية. اي موجودة طفلا يعني انا dwutum borب تبعفه اي موجودين في كويل millor اوyen او لتية. طيب الايميريا ذات معروف ان موجودين كماбиتها حيوان الاميريا تصل الى WT السي breder quilos مش هتصيب الي موجودة للت LEUT ي trailers اتصيب القائلة تصل الى اللى هل ينفع ربى أو السمامة مع حيوان تانى هو معطاها تانى اممكن يعني ربيه مع التركي لان عندك الايميرية تصيب الكويل وممكن تصيب التركي يعني ممكن تصيب السمان وممكن تصيب التركي طب ايه اللي انا ممكن اشوفها في السمان اه انه ممكن تلاقيه بس ضروب في الوزن ناصف الوزن اه حاجات انت فاشل الريش كلها حاجات يعني مش نوت قومن قوي طيب هل لو انت فتحت البي ام هتلاقيه اه شكل او زي ال لا مش هتلاقيه ا paycheckة ممكن تلاقيه بس ايبرميا منتلاقيه و 취 vy Jason وخلاص لكن في عندك الايميرية في حاجة اسم و هو اي ميري ان الايميرية بتعمل حاجة اسمها هومورايخ if comparै proteز لو انت رجاءت في الايميري دكcus dius ticocsiao اللي بتسبّع الايميرية بتعمل ايه بتعمل اك Laproate السيكم. فهم الاثنين دول شوهم عني برق ايميريا. بتعمل اللي هي بنسميها الهوموراجيك او بتعمل زي السكر كوكسيديوزيز فيه دول حك تانية لازم تخلي بلهم الكوكسيديوزيز. كوكسيديوزيز من العمارات اللي انت ممكن تعليجها بالسنان وميسين ومضادات الانتي برزايا الانتي كوكسيديوزيز اللي هي موجودة في الكوكسيديوزيز. بساطة ممكن تستعليمها في البولتري. احنا هنحاول نكمل لك نحاول نكمل لك الكوكسيديوز. ممكن ناخد مرض تاني بالمرضى عشان ما نطولش عليكم او نحاول نخلص البعضات فيه. مرض كمان اسمه اللي هو الكريبتوسبوروديوزيز او الكريبتوسبوروديا. ده اكيور انتريك ديزيز برضو بيصب بيصب بالبيكتشيكن او برضو موجود في البوب وايت. هو على فكرة الكوكسيديوزيز ممكن تعمل لك شي ممكن ما تعمل لك شي نافق عالي اه زي اللي موجودة في اليتشيكن. خلي بالك مناظري. طبعا لو انت هتشرح طبعا بتلاقي براون في لويد وجازيز وموجودة في الانتيستين. قالي بقى ان الكريبتو الكريبتوسبوروديوزيز او الكريبتوسبوريوديوزيز بتعمل بتعمل في الكويل. وبتلاقي طبعا لو انت بتفتح هتلاقي ميوكاس في التراكية. وطبعا نوت خرص سيبيك. يعني نوت خرص سبيك يعني نتصني كذا نوع من الكويل. طبعا علاجها ما فيش علاج لكن انت بتستعمل كده. يبا احنا كده خلصنا النهضة الكوكسيديوزيز وخلصنا الكريبتو كفاية او كده وممكن نبقى نكمل طبعا بعد كده المنسينز ونتكمل البكتيريا لو لقينا في موضوع الكولدزيز لان الكولدزيز ده هتدور في كتب كتير هتدور حاجات كده ممكن ما تلاقيش لانها نوت كومين او مش هتلاقي فيها مراجعة كده او في الكولدزيز حبيتها اشرح لك وابسط لك المعلومات فيه ان شاء الله ممكن نتكلم بعد كده على ان رسبيلاتي اليدزيز او نتكلم عن الفيرل اليدزيز وبكتير تزيع الحسب باهتمام بالسلسلة دي و سلام عليكم ونحمة الله وبركاته